لا تزال في عهد قديم رغم إن اسمها يقول عكس ذلك مدرسة العهد الجديد في الناصرية والتي خرجت أجيالا على مدى عقود خلت تكابد الإهمال والنسيان ما دعا مواطنين مناشدة جهات مختصة للاهتمام بهذه المدرسة المتحالكة مدرسة العهد الجديد للتداية لا تستحق هذا الاسم لأنه هي أسست عام 57 لما دار العام الدراسي صارت في عام 14 تموذ 58 فسميت مدرسة العهد الجديد تيمنى أنه العراق تحول من عهد العهد الملكي إلى عهد جمهوري ومن عام 58 إلى يومنا هذا هاي المدرسة خرجت العشرات بل المئات من الكوادير أطباء ومهندسين وضباط ورغم المطالبات المستمرة تبقى مدرسة العهد الجديد واحدة من مئات المدارس الأيلة للسقوط أو المتهلكة ومع ذلك تكتظ بالتلاميذ والطلبة وبأكثر من دوام يومياً ومما يثير العجب هو وجود مدرسة بجانبها وبنسب إنجاز متقدمة لكنها من المشاريع المتلكئة والتي توقف العمل بها منذ عشر سنوات أنا كمواطن ما أعرف أنا متلكة أنا أريد ابني يجي يداوم مدرسة بها حظ مدرسة بها حظ يعني أكو أسه ابن مسؤول يقبل يداوم في هذه المدرسة ماكو واحد ماكو واحد يعني جيب لك أسه أي إنسان يداوم في هذه المدرسة ما يقبل وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية والمشاريع الاستراتيجية في ذيقار إلا إن قطاع التعليم لا زال يعاني من قلة التخصيصات المالية وتلقوا العديد من المشاريع أمر بات جلي في محافظة تصل نسب التسرب فيها إلى عشرين بالمئة برد من الثنين وثمانين لحد الآن خشب شي صير به في هذا الجو فإحنا تأملنا خير كنا راح يبنوننا مدرسة إجاوا بالألفين وثمانين بالألفين وعشر باشرة والمدرسة هذه الجديدة في المدرسة هذه شيء يعني ما أطفالنا تأذت بالبرد لا جام يعني إحنا قامت الناس تجيب لها نايلون تخلي لأطوالها ولا يزال الأهل يأملون أن تلتفت لهم الجهات الحكومية لتخليص طلبتهم من هذه البناية المتهالكة المصنوعة من الخشب وطين في زمن تطور والحداثة لقناة التغيير الفضائي سلام السرهيد ذيقار